مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا في حادثنا عن صلب الرب يسوع كحادث تاريخي أكدته الأنجيل أكدوه شهود العيان أكدوا أيضا المؤرخين سواء اليهود أو الرومان وكل هذه البرهين بتقف وطحة كالشمس أمام ادعاء وحيد يتيم ليس له أي سند تاريخي أتى بعد الحدث بحوالي ستمائة سنة كويس وبيقول إنه المسيح لم يصلب اللي مات هو شبيه للمسيح طيب حلقة اليوم هي بعنوان شهادة التاريخ تؤكد صلب المسيح شهادة التاريخ تؤكد صلب المسيح هل فعلا التاريخ يشهد ويؤكد على صلب المسيح؟ الحلقة اللي فات تكلمنا عن شهادة تاستوس المؤرخ الروماني العظيم أو كما يطلق عليه مؤرخ روماني العظيم قدمنا هذه الشهادة قبلها تكلمنا عن شهادة يوسيفوس ويمكن لحضراتكم تقدروا ترجعوا للحلقتين السابقتين وتطلعوا على ما قدمناه بالنسبة لشهادة يوسيفوس وشهادة أيضا تاستوس مؤرخ روماني العظيم قبل ما نبدأ في حادثنا عن شهادة التاريخ زي ما تعودنا من الحلقة اللي فاتت هنبدأ ببعض أقوال ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وقلت إن إحنا مهم جدا إن إحنا ناخد من تعليم المسيح ومن أقوال المسيح لأنه عدد كبير من مشاهدين قناة الحياة يمكن ما عندهمش الكتاب المؤدس ويسمعوا عن تعليم المسيح لكن يمكن ما جات لهمش فرصة أنهم يقروا عن تعليم المسيح من أقوال ربنا يسوع المسيح ماذا قال الرب يسوع قال الرب يسوع أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقضون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات الرب يقول للمؤمنين أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم ومن أجل هذا فليضيء نوركم قدام الناس لأنه لما يشوفوا حياتكم متغيرة وأعمالكم حسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات متى خمسة الآيات من 12 إلى 16 نرجع إلى موضوعنا موضوعنا هو عن تاريخ يثبت أن يسوع المسيح قد صلب طبعا في مشكلة كبيرة زي ما قلت أنه الإخوة المسلمين على مدار التاريخ اختلفوا في من هو الشبيه لكن الغالبية أو عدد كبير تتفق على أنه يهوزة ويبنو هذا الاعتقاد على إنجيل يهوزة وأنا هعمل حلقة خاصة بإذن رب عن إنجيل يهوزة يبنونه على إنجيل يهوزة العدد الكبير لم يقرأ إنجيل يهوزة لكنه يعني مقتنع أنه الذي مات على صليب والذي وضع عليه شبه المسيح هو شخص يهوزة فهل فعلا يثبت إنجيل يهوزة أن يهوزة هو الذي صلب مكان المسيح هل يوجد نص في إنجيل يهوزة يقول أن يهوزة هو الذي صلب وهو الذي مات نيابة عن المسيح أو هل يثبت إنجيل يهوزة المنحول عدم صلب المسيح ده السؤال المهم بخلونا نشوف الفيديو رقم واحد اللي فيه بيحاول أنه يجعل إنجيل يهوزة يقول ما لا يقوله أساساً إنجيل يهوزة فنشوف الفيديو الأولاني ونرجع لحضراتكم نقول الأول اللي صلب مكان المسيح هو يهوزة إنجيل يهوزة إنجيل بيعود إلى القرن الثالث الميلادي بتكلم عن إن يهوزة هو الشبيه أو إن هو اللي صلب مكان المسيح بالاتفاق مع المسيح نقف هنا نقف هنا نقف هنا علشان يعني تحكمه معايا هل يثبت إنجيل يهوزة أن يهوزة هو الذي صلب وأن المسيح قد يعني فلت أو المسيح فلت من الصلب أم لا كامل مع بعض الشبيه أو إن هو اللي صلب مكان المسيح بالاتفاق مع المسيح طيب فين بقى الاتفاق في صفحة رقم 18 بيقول مسليم يهوزة للمسيح باتفاق سر بينهما يدعي إنجيل يهوزة أن يهوزة سلم المسيح لرؤساء الكهنة بناء على طلع المسيح سواني هنا يدعي إنجيل يهوزة أن يهوزة سلم المسيح لمين لرؤساء الكهنة دي أول حقيقة بيقولها هنا كويس يبقى يهوزة يبقى يهوزة زي ما بيقول الكتاب اتفق مع رؤساء الكهنة فعلا على أن يسلم المسيح لهم نكمل أن يهوزة سلم المسيح لرؤساء الكهنة بناء على طلب المسيح وباتفاق سري بينهما هنا بقى نقطة الاختلاف أنه لا يوجد أبداً اتفاق سري بينهما بل يهوزة يطلق عليه الكتاب أنه ابن الهلاك الخائن الذي باع سيده بقبلة فلم يتفق يسوع مع يهوزة على أنه يقول له تعالي يهوزة نعمل أنا وإنت اتفاق نعمل لي اتفاق أنت تسلمني أن أنت تروح تقول لرؤساء الكهنة أنا هجبه لكم وأنا هبقى جاهز أول ما يجو أسلم نفسي ليهم فده يكون باتفاق بينه بينك تمثيلية يعني نعمل تمثيلية عليهم كمل مع بعض إذ يقول له يسوع أنت ستكون أعظم تلاميذي جميعاً أنت ستخلصني من ناسوتي لأتحد بلهوتي إلى الأبد طيب أوكي أنت ستخلصني من ناسوتي لأتحد بلهوتي إلى الأبد وكأن اللهوتي منفصل يعني عن المسيح المتجسد وكأن المسيح المتجسد هو يعني مش إنسان كامل ومش إله كامل وأنه ونس أنه هو هيتخلص من ناسوته هيتحد بلهوته إلى الأبد طبعاً هو لا فاهم لهوته فين ولا إيه لهوته ولا الحاجات دي كلها خليناً وبعد كده ذكر الشواهد الكتابية اللي بتدل على هذا الأمر من كتابهم اللي موجود حالياً من إنجيل متة وإنجيل يوحن يهوذة هو المسلوب يهوذة هو المسلوب أوكي جبتها منين بقى جبتها منين دي أنهي نص في يهوذة من اللي أنت أريته أو اللي أنت ما أريتهوش بيقول أن يهوذة هو المسلوب يهوذة بيحاول يبرر نفسه وأن يقول أنه تسليم للمسيح كان باتفاق بيني وبين المسيح فأنا مش وحش ده بالعكس إنجيل يهوذة بيؤكد على أن المسيح قد مات وأن يهوذة سلمه لرؤساء الكهنة الذين حكموا عليه وأسلموه لبلاطوس لكي يحكم عليه بالصلب يا جماعة يعني فكر شوية هو أنت علشان مش عايز تقبل حقيقة تاريخية الصلب تجيب أي نص وتلزقه وتفسر أي نص بحسب مزاجك أي منطق ده أي منطق طيب يبقى إنجيل يهوذة لا يتحدث أبدا عن أن يهوذة هو الذي صلب مكان المسيح إنجيل يهوذة بيؤكد على أن يهوذة قد سلم المسيح لكن أنا لم أكن خائن للمسيح أنا سلمت المسيح باتفاق بينه وبين المسيح ده اللي عايزي يقوله إنجيل يهوذة وهنتكلم عن إنجيل يهوذة ما هو لا تقبل إنجيل يهوذة كله على بعضه هتسيبه على بعضه طيب أجي إلى سؤال آخر سؤال آخر هو هل شهد المسيح عن عدم موته هنا بقى الزكاء الخارق وهنا بنشوف لوي الآيات الكتابية وتفسيرها تفسيرا خاطئا من أولها إلى آخرها يعني أنت لا تقبل شهادة المسيح عن صلبه ولا تقبل بأن المسيح قد تحدث مرات ومرات عن إنه ينبغي أن يذهب إلى الصليب وأنه هيموت وأنه سيقوم في اليوم الثالث وبتدور في الأنجيل زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بالزبط زي الغريء اللي بيتعلق بأشه بس ده ميسك هاوة ما لمسكش أشه هل شهد المسيح عن عدم موته؟ هل في الأنجيل إشارة أو اثنين أن المسيح قال أنه لن يموت ولن يصلب ولن يسلم إلى رؤساء الكهنة هل توجد إشارة؟ أخونا جاب لنا إشارة أو اثنين وأنا بصراحة يعني زهلت عارفين لما لما يعني تصدمك حاجة كده مش متوقعها أنا زهلت زهلت من من المحاولات الفشلة اللي بتؤكد على فكرة كل ما يقوله هو بيؤكد الصلب وليس عدم الصلب لكن خلونا ناخد الفيديو التاني ونشوف بقى يعني إيه الشهادة اللي شهادها المسيح على أنه لن يصلب فين بقى تنبأ بعدم صلبه في إنجيل يحنى 7 وفي إنجيل يحنى 8 خلو بالكم خلو بالكم فين المسيح تنبأ بعدم صلبه يحنى 7 ويحنى 8 ماشي؟ أنا أخده النصوص دي ناخد الأول يحنى 7 قلنا يحنى 7 بيقول إيه؟ فين بقى تنبأ؟ بعدم صلبه في إنجيل يحنى 7 وفي إنجيل يحنى 8 اقرأ معايا بقى ويشوف المسيح وهو بيتنبأ بنجاده في إنجيل يحنى 7 سمع الفرسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه فأرسل الفرسيون رؤساء الكهنة خداما ليمسكوه رحوا يقبضوا عليهم فقال لهم يسوع وده كلام إيه مين؟ يسوع نفسه أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني اللي هو الرفع ستطلبونني هو على طول عملي هو عنده فكرة هذه الفكرة هو مش بيحاول يفهم ولا بيحاول يفسر ولا بيحاول يفهم كلام المسيح ثم أمضي إلى الذي أرسلني ستطلبونني ولا تجدون اللي هو عبا الرفع وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا يبقى هو على طول من حياته للرفع لكنه لم يسلب ولم يموت ولم يقوم من بين الأموات يعني موت المسيح وقيامة المسيح هو حزافها كلها المسيح عايش وترفعه طب الحقائق التاريخية الأخرى لا لا أصلا عندي نص بيقول لا فأي حقائق تاريخية أخرى يعني ما تفرقش معاي لكن ثم أمضي إلى الذي أرسلني اللي هو الرفع ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا يبقى هو لو طلبوه ويومسكوه يبقى المسيح إلت المسيح كاذب عليه السلام وحشاه أو كاتب الإنجيل هو اللي كاذب ستطلبونني ولا تجدونني أنتم أن تأتوا اللي هو الرفع فإما المسيح صادق وقال لهم هتطلبوني ومش هتمسكوني أو المسيح بحسب النص وبحسب الكاتب كذب وقال لهم انتو مش هتمسكوني ومسكوه وصلبوه يا حرام يا حرام المسيح ده غلبان صدقني يعني شوفوا لواء الآية ازاي شوفوا لواء النص ازاي على فكرة في نفس الأصحاح طيب اخذ مداخلة واكمل مع حضرتكم في نفس الأصحاح الدكتور محمد السلام عليكم اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بحضرتك بصراحة مستنيك بقالي اكتر من ثلاث أسابيع انت اتأخرت كتير جدا ما عليش ايوان فضل طيب اولا بس اطلب منك طلب بس عشان يبقى في حوار محترم بيني وبينك يكون يا فندم في وقت مثلا هتدي لنفسك مثلا خمس دقايق او انا ديقتين انا مش عايز اختر من كده يبقى ننظم مع بعض يا فندم حوار انت بتتكلم عن المشكلة في شهادة تاريخ تؤكد صلب المسيح وانا هتكلم معاك من الكتاب المقدس وصيبك من الشهادات التاريخية او صيبك من الكلام ده لو عايز برضو نتكلم فيها نتكلم ممكن يا فندم اطلب طلب البسيط ده من حضرتك اتفضل بسؤالك اتفضل بمداخلتك طيب بص يا فندم اولا الكتاب المقدس انت بتقول الشهادات على فكرة انا اللي كنت اعمل معاك المداخلة المرة اللي فاترت انا فاكر جميل جدا اولا يا فندم انا سألت حضرتك سؤال تاني للمرة الالف بقرره هات شاهد واحد من الشهود على اللي انت حضرتك بتستشهد بهم حاليا قد عاصر المسيح ورأى ان المسيح يصلب دي نقطة طيب اتفضل اي فندم انا هنعمل مع بعض حوار كويس اتفضل اي فندم يبقى نفس المبدأ زي ما قلت لحضرتك المرة فاتي يبقى نفس المبدأ يطبق على شهادة القرآن لا تختلف شهادة القرآن عن شهادة هؤلاء اذا طبقت المبدأ انت بتتكلم دلوقتي من بتستخدم مبدأ بتحط قاعدة انا بحط قاعدة لازم اطبقها على الكل كويس فبما انه بتقولي ان يوسيفوس ما كانش معاصر للمسيح وما شافوش هو بتصلب كويس وتستوس ما كانش معاصر للمسيح وما شافهوش وهو بيتصلب طيب جميل اللي جاء بعد ستمائة سنة كان معاصرا للمسيح وشافو ما بيتصلبش طيب ارد على حضرتك يا فندم اه انت هتطبق نفس المبدأ على 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 الاسلام يا فندم انا همشي معاك بالمبدأ وبالمعيار ماشي اوكي تفضل بس نفس المبدأ والمعيار انا هستخدم معاك حاجة واحدة ايه هو يا فندم كتابك المقدس ممكن لا انت دلوقتي انت دلوقتي قلتلي انا ما بقبلش شهادة يوسيفوس وشهادة تستوس وشهادة التاريخ لان دول ما كانوش معاصرين للسلب و لموت المسيح لكن في نفس الوقت لكن في نفس الوقت حضرتك بتؤمن بشهادة جاد بعد هؤلاء بمئات السنين فأي منطق فأي منطق هذا يا حضرت القص ايه انا دلوقتي هستشهد معاك من كتابك المقدس اللي انت بتقول موحى به من الله ونفع للتعليم والتوبية خلازي وفي البر يبقى انا هستخدم جنب هذا المعيار المعيار بتاع حضرتك اولا المرة اللي فاتت وضحت لحضرتك ان دولت يا فندم انت قلت كانوا ملحدين كانوا مؤرخين ولكن انا هحط كتاب بكتاب وصده جميل يا فندم انت كتابك مؤمن به هاخد القضية بتاعة الصلب دي يا فندم هل انا انكر ان حادثة الصلب لم تقع لا يا فندم حادثة الصلب وقع انا بقولك بس هل وقع على يسوع المسيح انا بقولك لك تعال يا فندم نزبط الكلام ده قدامك بالكتاب المقدس الدين يا فندم فور سيتي بنعمل حوار لو عايز منقشة او عايز مناظرة لو عايز حضرتك مناظرة في الموضوعات انا معي كميل جدا اولا يا فندم تعال ناخد قضية الصلب قدام اي قاضي في العالم يحكم ما بيننا في قضية الصلب عندك الكتاب المقدس هل هناك تناقضات في موضوع الصلب داخل الكتاب المقدس نعم لا خلاف تعال يا فندم ناخد من اول كل شي عندك يا فندم متى ومرقص غلوقة لو قلنا من الذي حمل الصريب اثناء خروج ياسوع يا فندم اوكي اتقول لي سمعاه تمام اوكي في سواني كل ما يبدو على انها تناقضات دي مردود عليها ومردود عليها في برامي قبل كده ومردود عليها مني ومردود عليها من اخ وحيد ومردود عليها سواني بس سواني ومردود عليها في الكتاب دوا واحدة واحدة بالتفصيل لكن خليني خليني اسألك سؤال انا هسألك سؤال هسألك سؤال سواني بس متى ومرقص ولوقة سواني بس متى ومرقص ولوقة ويوحنى كويس حتى حتى همشي معاك واحدة واحدة هقول مع انه ده من الصح همشي معاك واحدة في في بعض ما الامور يبدو على انه في خسلفات سواني سواني بس في بعض الامور يبدو على أنه فيه اختلافات ما بين ماتفى ومرؤوس ولوء أو يحن ماشي أنا هسألك سؤال مباشر هل يتفق الأربع أناجيل على أن اليهود حكموا على المسيح بالموت؟ أولا لا طيب ثواني ثواني أنا همشي معك واحد واحد هل يتفق الأربع أناجيل على أن المسيح قد تم القبض عليه وقف قدام مجمع سنهدريم وتحاكم أمام مجمع سنهدريم ولا لا؟ السؤال الثاني اللي هسأله ليك هل حكم مجمع سنهدريم بأن بموت المسيح وبتحويل قضيته إلى التنفيذ إلى بلاطس البنطي ولا لا؟ هل بلاطس البنطي حكم على المسيح بالموت ولا لم يحكم عليه بالموت؟ هل الأربع أناجيل اتفقوا على أن الذي مات على الصليب هو شخص يسوع المسيح؟ أم واحد تاني؟ لما تيجي إلى النقط الأساسية التي يتفق فيها الأناجيل الأربعة لا يمكن لأي عاقل أنه ينكر حقيقة تاريخية صلب المسيح إنما الأمور أنه من حمل الصليب سمعان ولا المسيح دي كلها مردود عليها من الذي كان عند القبر المريمات كان مريم ملاك والاتنين كل ده مردود عليه كل ده أريد لي إجابات وإجابات كثيرة جدا ومردود عليه بكفاية لكن لما تيجي إلى الأمور التي اتفق عليها الأناجيل لا يستطيع إنسان مهما كان أنه ينكر أن المسيح شخصيا قد حكم عليه وأنه تم الحكم بالصلب عليه أيام بلاطس البونتي وأنه دفن دي الحقائق التي لا يختلف عليها الأناجيل إنما كل إنجيل ممكن يكون مركز على نقطة من النقط أو له مدخل مختلف عن الآخر لكن هل يعترض متى ويقول أن سمعان هو الذي صلب؟ لا 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 هل يحنى هو اللي يقول أن يهوزا الذي صلب؟ محدش ده الأربعة متفقين على هذه الحقيقة لأنها حقيقة تاريخية ففكرة أنه ننكر تاريخية صلب المسيح بناء على أنه طب هو مين اللي حمل الصلب المسيح ولا سمعان القيرواني اقرأ ادرس هتعرف أنه لا يوجد تناقض أكمل وغالباً الخطس وقع فأكمل بقى الشهادة الجميلة المسيح تنبأ عن عدم موته في نفس الأصحاح يوليه فطلبوا أن يمسكوا اليهود طلبوا أن يمسكوا المسيح ولم يلقي أحد يداً عليه لأن ساعة لم تكن قد جاءت بعد أنا ساعدي ما هو لو بيقرأ إنجيل يوحنة كان فيهم لو درس إنجيل يوحنة كان يبقى فاهم وبتكلم عنه هذه الساعة هي ساعة الصلب والموت اللي بيكلم عنها إنجيل يوحنة في أصحاح سبعة وفي أصحاح تمانية وفي أصحاح تلتاشر وبيكلم عنها في وقت الأبض على المسيح هذه هي ساعة لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد ستطلبوني في المستقبل لما أقوم من بين الأموات وأصعد إلى أبي لكنهم ما بتكلمش عن إنه لم يصلب ما هو جماعة لو المتكلم يعني لو المتكلم مش عارفين المستمع إيه نعم يفسر اقرأ الكتاب افهم طيب نيجي بقى إيه ده أصحاح سبعة أصحاح تمانية بقى نفس الموضوع شوف الفيديو التاني وهو بيكلمنا عن أصحاح تمانية أصحاح تمانية يعني المسيح خلاص هيرفع شوف الفيديو التاني واتكرر نفس القصة في إنجيل يحنى تمانية بيقول قال لهم يسوع أيضا تاني مرة أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم اللي هي قتل الشبيه سواني سواني على طول بص عمل إيه يعني يعني هو ما بديش نفس فرصة أنه يفهم صدقني لو لو ديت نفسك فرصة أنك تقرأ الأصحاح دون أن أنت تلقي تفسيرك على الأصحاح على طول ستطلبونني وتموتون في خطياتكم إيه بقى خطيتكم اللي هي قتل الشبيه طب إذا الشبيه هو اللي مات يبقى ديه ليه خطيتهم ما هم قتلوش المسيح تموتون في خطيتكم اللي هي قتل الشبيه يا سدقني أول مرة أفهم كده كمل تموتون في خطيتكم اللي هي قتل الشبيه حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أنتاتوا المكان اللي هبقى فيه محدش هيقدر يصلي فيه اللي هو الرفع اللي هو هي بقى الرفع على طول فصرها على المهرف حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أنتاته ممكن يموت نفسه فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن إيه فمن فوق يبقى هيروح فين هيروح فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم لهم يسوع مات رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو لما ترفع ابن الإنسان أو الشخص اللي يتحط على الصليب هتفكروا إيه إنه هو أنا يعني متى رفعتم ابن الإنسان على طول هنا متى رفعتم ابن الإنسان هتفهموا إنه مين حقيقتي إيه هي حقيقتي هتعرفوا على طول متى رفعتم يريد تدريسها كمان الرفع في جيل يحنى الإنسان أو الشخص اللي يتحط على الصليب هتفكروا إيه إنه هو أنا واللي كان على الصليب اللي هو الشبيه اللي مقبض عليه اللي تحاكم كان بيقول إلي إلي لما شبقتني فإما إن المسيح صادق أو كاتب الإنجيل نسب للمسيح الكذب على طول يعني ما عندوش حل تالت ما عندوش حل إنه الرواية القرآنية غلط ما عندوش حل إنه اللي جي بعد ستمائة سنة ما جابها الصح متى رفعتم ابن الإنسان في حين إذن تفهمون إني أنا هو الرافع في إنجيل يوحن يشير إلى الصلب ادرس الكلمة نفسها واستخدامها في كل إنجيل يوحن أنا عايز أوريكم بس ده نموذج على فكرة نموذج من المحاولات الفاشلة المستميتة لإنكار تاريخية صلب المسيح وكو ممكن تسأل حضرتك سؤال وأنا بسأل السؤال ده هو ليه ليه هذه يعني إلي هياخده من إنه ينكر تاريخية صلب المسيح أو إنه المسيح قد صلب إلا هيجني المسلم إلا هيأضاف إليه لما يقول إن المسيح لم يصلب أو لماذا يدافع عن عدم صلب المسيح سيبك من إنه يوجد نص كرآني ماشي هل هل دفاعا عن شخص يسوع نفسه لا هل دفاعا عن الأنبياء طيب الأنبياء ماتوا وبعضهم قتل ومعروف إنه تاريخ مليان بأنبياء قتلوا يعني حتى حتى رسول الإسلام مات متأثرا بالسم أما ليه للاستماتة هل دفاعا عن شخص المسيح ما أعتقدش إن وجهت نظري أن إبليس يكره الصليب لأنه في الصليب خلاص الإنسان وفدائه فهو في استطاعته أن يفعل أي شيء حتى يجعل البشر لا يؤمنون بصليب المسيح فيموتون في خطاياهم وفي أثامهم في شررهم لا ينولون الخلاص الذي قدمه المسيح نيابة عنهم ولا يقبلون محبة الله الذي بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية كمّل مع بعض شهادة التاريخ كلمنا عن يوسيفوس كلمنا عن تاسيتوس ماذا عن لوسيان لوسيان أتى من الفترة ما بين 115 إلى سنة 200 ميلادية يعني في القرن الثاني الميلادي دكتور محمد بيرفض شهادة التاريخ وبيقول أنه هؤلاء لم يكونوا معصرين للمسيح لم يروا المسيح مصلوبا تم يحنى الحبيب رأى المسيح مصلوبا طيب ما يعني تلاميذ المسيح حتى بوتروس رأى المسيح مصلوبا ما اليهود رأوا المسيح مصلوبا لم يكن صلب المسيح فحارة في زنة صلب المسيح تم علنا صلب المسيح تم في يوم اليهود بيحتفلوا به بالفصح صلب المسيح كانت المدينة كلها مقتزة بالناس طيب أخذ مدخلة وأكمل مع حضرتكم الأخت في ريال ألو أخي أشرف أهلا بيك ألو أخي أشرف أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك سلام ونعمة المسيح سلام ونعمة أشرف والرب يباركك والرب يساعدك ويقويك على هل يعني مع احترامي الأخوة المسلمين على هل هل جهل هذا يعني الأخوة المسلمين هما ما صدقون لا المؤرخين اللي كتبوا عن صلب المسيح ولا يصدقون المسيح له كل المجد اللي هو جاء من لكي يموت على الصليب ويكون كفارة وفداء للعالم وما يصدقون خطة الله من البداية للخلاص ونبوءات العهد القديم اللي تشير كلها إلى صلب المسيح لكن يصدقون إلىهم الماكر والمظل والمنتقب أخ أشرف حضرتك ذكرت أن الأكثرية اتفقوا على أنه الشبيه هو يهود الأكثرية لكن لسه معناته في أقلية بعد ما اتفقوا على من هو الشبيه فهذه أول كذبة ثانيا هو المسلم وهذا الشيخ أبو الأريف اللي طال لأنه هو من يروحون للحج ويقولون فديناهم بذبح عظيم ما معنى هذا لو يفكرون بي شوية حيعرفون أنه كل كلمة اللي يقولوها مثل الببغاء وما يعرفون معناته هي تشير إلى ذبيحة المسيح الكفارية المسيح له كل المجد وأنا فعلا اضحكت على الاتفاق السري بين المسيح ويهود يعني فعلا فيلم هندي لو كان الشبيه هو على الصليب هل كان يستطيع أن يقول يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وإذا كان الشبيه على الصليب وليس المسيح له كل المجد هل يقول للرص اليوم تكون معي في الفردوس هو الشبيه يروح للفردوس لكن ماذا أقول أنه فعلا كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وإلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله الشيطان يتخبل من الصليب لأنه سحقه رب المجل سحق الشيطان تحت أرجله تحت أقدامه في الصليب فلهذا يكرهون الصليب والشيطان متجسد بي أشكري نحن نصلي من أجلم والرب يرحمهم ويفتح عيونهم شكرا أشرف الرب يباركك شكرا لك لوسيان لوسيان يكلم عن المسيح المسلوب وذكر أن المسيحيين بيعبدوا حكيم مسلوب ده يعتبر أحد مؤرخ اليونان الباريزين في مطلع القرن التاني الميلادي اشتهر بأنه كاتب ساخر كتباته ساخرة لازعة من أتباع المذهب الأبي قوري يوجد له أكتر من تمانين عمل يحمل اسم لوسيان يعني مش كتب كتاب ولا اتنين لا له كتب ومؤلفات كثيرة جدا يقول بيقول إن المسيحيين كما تعلم ما زالوا إلى هذا اليوم يعبدون رجلا طبعا العبارة دي لوحدها كفيلة بأنها تدمر القول القائل بأن لهوت المسيح بدأ مع مجمع نقية سنة 325 فالمسيحيين يعبدون المسيح منذ يوم الخمسين ويعلن إنه ربا ومخلصا من أول مناشئة الكنيسة وهذه الحقيقة حقيقة مؤرخة واضحة كدا وكانت سبب ترياء واستهزاء زي لوسيان بيستهزئ وبيضحك على المسيحيين الذين إلى يومنا هذا يعبدون رجلا وهو شخصية متميزة استنى لهم شرائعهم الجديدة وما بيعيشوا بمبادئ وبشرائع وابتدأ في العالم الروماني يعرف المسيحيين على أنهم جماعة التي لا تجذب لا تحلف لا تعبد الأوثان الجماعة المحبة الجماعة التي تنادي بتعليم مختلفة عن التعليم الموجودة سواء في الوثنية الرومانية أو أيضا في اليهودية واستنى لهم شرائعهم الجديدة بحسب تفكير أي واحد خارج المسيحية أنه أي مؤسس لديانة هو اللي بيحط الشرائع بتاعتها مع أن المسيحية ليست الديانة لكن بحسب فكره هو بيقول هذا الكلام وصلب من أجلهم يبقى هذا الرجل الذي يعبدونه هو الذي أعطاهم شرائعه الجديدة وقد صلب من أجلهم ومنذ اللحظة التي اهتدوا فيها إلى المسيحية أنكروا آلهة اليونان وعبدوا الحكيم المسلوب ده استهزاء على فكرة ده مش ماتح إنك تمزج الاتنين مع بعض حكيم ومسلوب وعبدوا الحكيم المسلوب استقر في عرفهم أنهم إخوة من اللحظة التي فيها صاروا مسيحيين وبدأوا يعبدوا المسيح المسلوب استقر في إيمانهم أنهم كجماعة إخوة مع بعض بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض اش تعرض بها المسيحية ده كلام مين ده كلام لوسيان هتيجي تقول لي لا 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 يوسيفوز أصل المسيحيين كلهم انخدعوا اليهود انخدعوا والرومان انخدعوا والمسيح انخدعوا والمسيح لم يصلب والذي صلب هو الشبيه وده واحد زيهم عادي ما هو على نفس كلامهم بيردد نفس الكلام اللي بيقولوا المسيحيين فجي بقى الشاهد الذي لم يرى شيئا بعد ستمائة سنة يقول لهم ربنا ديحك عليكم ده المسيح لم يصلب وما لزي احنا بنعبد المسيح وبنؤمن ان المسيح مات من اجل خطيانا وبنؤمن بالمعمودية التي فيها رمز الموت المسيح وقيامة المسيح وبنمارس ايضا العشاء الربانية الذي فيه بنأكل الخبز ونشرب معا ورمز لموت وسفك دم المسيح كيف كل هذا اصلا انت اتخدعته عشته ستمائة سنة مخضعين ربنا خدعكم والمسيح بيتحك ما عليكم من السماء بيستهزق بيكم يعني اعتقد رفضي لصلب المسيح تاريخيا وايماني مثلا بالرواية القرآنية انه لم يصلب ده شيء غير عاقل رفضي للأدلة كلها وقبول اليشيء لم يقدم دليلا ده مرد انت انت عايز تقومن كده قومن كده ده حريتك الشخصية عايز تقومن المسيح لم يصلب قومن المسيح لم يصلب لكن ما تجليش بقى وتناقشني وتقول لي اه اصلا انا عندي ادلة اكتر من ادلتك واقتناعاتي والبرهين اللي عندي اكتر من برهينك وانه انا يعني واقف على الارض صلبة لا انت مش واقف على الارض صلبة ده انت ما طولتش توقف على الارض اساسا كمان بليني المسيح الذي يعبده المسيحيين شوفوا بليني كان معاصر زي ما قلنا لتاستوس المؤرخ روما العظيم وكان عضو ايضا زي تاستوس في البرلمان الروماني وواحد من اشهر المحامين في روما كان تورني لوير عين محافظا لولاية بونتيوس بثينية باسيا الصغر كان والي لمحافظة كتب عشر مجلدات تضمنت كل رسائله التي ارسلها للامبراطور ولانه هو كان اساسا الاول عضو في السنت وبعدين اصبح بعد كده محافظ فكان فيه بين وبين الامبراطور رسائل زي ما يكون مثلا محافظ القاهرة ورئيس الجمهورية في بينهم تواصل جمع كل هذه الرسائل في المجلد العاشر والرسالة رقم في عشر مجلدات وفي المجلد العاشر وفي الرسالة رقم ست سبعة وتسعين بيتناول بعض المسائل المتعلقة بكيفية محاكمة المسيحين ازاي نحاكم هم دول على اي اساس نلقي الاياد عليهم وعلى أي الأساس نحكم عليهم على أي أساس ما هما لو سراق يبقى عندي أساس لو هما مختلصين يبقى عندي أساس لو هما قطع طرق يبقى عندي أساس بس على أي أساس أحكم على مجموعة مسلمة وكيف أتعامل مع الصغير والكبير ومع الرجل ومع المرأة وقتها طبعا كان الاتحاد الروماني في أشده مع نيرون وأتباع نيرون وكان يعني بعد كده في دوميتيان ازداد هذا الاتحاد في سنة 96 فكانت طبعا عمل معهم ايه أحكم عليهم على أي أساس انتوا فاهمين الحيرة اللي هو كان فيها بالزبط لو شخص يعني عنده إنسانية لو هو يعني سيبك منه هو روماني ومش روماني لو هو عنده مشاعر إنسانية نحو مجموعة بريئة شايفنا بريئة مثلا طيب الرسالة دي بعتها للإمبراطور تراجان سنة من سنة 98 اللي حكم من 98 إلى 116 طيب نشوف الرسالة دي نص الرسالة بيقول ليه نص الرسالة بيقول كما تعودت سيدي أنا متعود على هذا الأمر دايما في أي قضية شائكة أرفع وأخذ رأيك فيها كما تعودت سيدي أن أرفع لك كل المسائل التي تحتمل الشك ليه تحتمل لأنه ما عنديش نص قانوني أقدر أحكم بي على هؤلاء لأنه لا يوجد نظيرة قادر على حل كل الأمور القانونية الصعبة وبما أني لم أكن موجودا من قبل في محاكمات المساحيين أنا ما شفتهمش إزاي بتحكموا وما حضرتش محاكماتهم ولذلك فإنني لا أعرف ما هي جرائمهم أنا ما عنديش فكرة عن الجرائم أو التحم الموجهة لهم وما هو أساس المعاقبة على أي أساس أعاقب ما هو لو سارق يبقى عندي قانون على أساسه بعاقب لو قاتل درجة أولى درجة تانية قاصد مش قاصد عن عمدي مش عن عمدي كلها دي قوانين لكن إزاي أحكم على هؤلاء على أي أساس أحكم على المساحيين أو إلى أي مدى يكون التحقيق معهم لحد إمتى ولقد كنت مترددا قليلا بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي تمييز بسبب السن طب الرجل العجوز اللي صار مسيحي هل عاقبه وحكمه زي الشاب المسيحي يعني هل هناك أي تمييز في السن لما يجي أعاقب وأحاكم أو أي فرق بين صغار السن والبالغين ماذا عن الأطفال اللي أهليهم صاروا مؤمنين مسيحيين عاقبهم إزاي دول وماذا إذا كان العفو يمنح للتائبين طب هل لو حد تاب أعفوه أو إذا كان الرجل قد أنكر المسيحية هل يعاقب المسيحيين لكونهم فقط مسيحيين حتى ولو لم يرتكبوا أي جرم أو أي إثم أعاقبهم إزاي دول أحاكمهم إزاي طيب أخذ مدخلة معانا فارتين من هولندا ألو نعم ألو ألو مرحبا أهلين بيك الله يعطيك الصحة والعافية أشكرك يشوع معاك أمين عندي ولو أمكن فالشؤال يعني أحب أن توضح لي وتعلق لي عليه عليه إذا أمكن فضل أنا أنت تتحكي حضرتك تحكي على وقت اليونانين عندما فترة بعد العفو قبل الإمبراطورية الرومانية أنا الشؤالي يعني هم اليونانين كانوا أصحاب الحكمة والفلسفة والشعر هم مشهور عنهم وأنت تعرف أحسن من عندي أنا الشؤالي هو أن أريد أعرف هم كان يبحثون أو يبحثون عن المحبة من خلال الحكمة والفلسفة يردون يثبتون مجتمع مدني فيها المحبة صح له لا؟ آه فالسؤال هنا السؤال هنا هو المشيح له المشد هو هو مصدر المحبة وهو المحبة وهم يعرفون جيدا أجب ما آمنوا بي وهم اللي يبحثون عن المحبة واجالهم محبة جاهزا وما تقبلوه أنا الشؤالي هو هذا آه تفضل آه تفضل نعم تفضل السؤال إيه أنا الشؤالي هم ألو ألو نعم هو هذا الشؤالي يعني السؤال السؤال هل هو هم كانوا بينادوا بالمحبة ولم يقبلوا المسيح المحبة نعم 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 أشكرك أولا أشكرك على مدخلتك وعلى تليفونك شكرا طبعا اليونانيين معروفين بالبحث عن الحكمة وكان فيه طوايف كثيرة أو فرق كثيرة فلسفية موجودة في اليونان لكن أيضا اليونانيين كانوا أيضا عبدت أوثان كانوا يعبدون أوثانا كثيرة جدا 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 أنا أثق شخصيا أنه ربنا في كل زمان وفي كل مكان لم يترك نفسه بلا شاهد يمكن البعض فيهم وجود النص اليوناني للعهد القديم فهم وعرف عن محبة الله وعن خطة الله للفداء لكن لكن الإنسان الإنسان بطبيعته الإنسان بطبيعته مع أنه يوجد شر كثير يحيط بنا من كل جانب لكن الإنسان السوي اللي بيفكر بعقله يريد يريد دايما يريد دايما أنه يعيش في سلام ممكن فلسفة اليونان كانوا بينادوا بهذه الفكرة أنه نعيش كمجتمع في سلام لكنه من يقبل يسوع المسيح ومن عرف يسوع المسيح عرف أنه مصدر المحبة هو شخص الله المتجسد وعيش للمسيح أكمل حقائك عنه لأنه ما عنديش الوقت للأسف غير كام دقيقة لكن حابب أكمل حقائك عن رسالة بليني ذكر بليني اسم المسيح ثلاث مرات مع التركيز على أنه هو محور حياة واهتمام هؤلاء المسيحيين هو عارف أنه محور حياة المسيحيين هو جماعة المسيحيين كان المسيحيين يعتبرون المسيح إلها وهذا تؤكيد على أن الإيمان بلهوت المسيح هو إيمان أصيل بل وجوهر الإيمان المسيحي منذ نشأة الكنيسة وكمان في رسائله بيأكد لنا أن المسيحيين كانوا يرنمون ترانيم للمسيح وتسبيح يعني بيأكد هذه الحقائق في رسائله كان المسيحيون يجتمعون أيضا في يوم محدد كل أسبوع للعبادة وتناول وجبة مع بعضهم البعض طبعا هذا اليوم هو أول أسبوع يوم الأحد واللي بيذكروا فيه قيامة المسيح ولا يوجد أبدا قيام المسيح دون أن يكون المسيح أساسا قد صلب وقد مات اشتهر المسيحيين بالاستقامة والأمانة والبعد عن الشرور وحفظ العهود لم ينكر المسيحين المسيح أو ينكرونه بل قدموا حياتهم من أجله وماتوا بسبب إيمانهم دي شهادة بعض من أمؤرخي الرومان شهادة أتت قبل الإسلام على الأقل بربعمائة سنة لتؤكد شهادة الأنجيل وشهود العيان أن يسوع المسيح قد صلب أنا عارف أنه الإخوة المسلمين مهما قدمنا ليهم من براهين هيظل مقتنع أنه الآية الوحدة اللي بدون براهين هي الصح طب ما اللي احنا بنعمل ده كله ليه؟ اللي احنا بنقدم البراهين والأدلة لكن معها كمان بنصلي من أجل عمل روح الله في حياة الإخوة المسلمين أنه الله يفتح عيونهم وقلبهم فيعرفوا محبة الله في المسيح يسوع الذي بدل نفسه لكي ما يخلصنا وينقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوته هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر